الانتخابات بدأت من مبارحة ومن قبل كده في حاجة اسمها التصويت المبكر التصويت بالبريد أخبرك ففيه خليط يعني بيلعب فيه المال السياسي عامل كبير جدا لذلك كنا نلاحظ نقوله ده كمالة هارس جمعت أكبر مبلغ في وقت قصير ووقت قياسي وكأنها بتقوم دعاية لمنتج أو دعاية لحاجة أو زي كيقولك سيلينج ذا بريزل يعني بنبيع الرئيس أو بنسوق للرئيس فده يعني النظام دعم من رجال الأعمال وخلافة نعم دعم من رجال الأعمال والحزب الديمقراطي دايما بيعتمد على النقابات والعمال والأقليات هذه المرة بيواجه مشكلة أن الأقليات شايفة أن الهياز الأعمى لإسرائيل وده على حساب دافئة ضرائب الأمريكيين أن ده يعني فيه مبلغة وأن لا سلو مبلغ وأنه بيتناقض مع المبادئ الأمريكية وبالذات مبادئ الحزب الديمقراطي اللي هو دايما في السياسة الخارجية بيعطي مركز متقدم لعمليات ما يدعون أنه حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وإلى آخر مسلسل من المبادئ ولا يحترمونها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي على فكرة ينتقدون السياسات التي ينتجها جو بايدن وكاميلا هارس لكن بالرغم من كده وبالرغم من المظاهرات الكثيرة التي كانت تحصل في الولايات المتحدة ما حدش بيسمع لا للشعب ولا لأعضاء الحزب الديمقراطي فيما يخص طبعا المساعدات اللانهائية التي تقدم الإسرائيل لا هذه المرة فيه اختلاف يعني دي من المرات اللي بيبقى فيها لأن القضايا الخارجية دايما ما بتهمش المواطن الأمريكي هو سعبها لكن المرات دي بتهمها عشان الدرائب لا هو فيه عدة الداخلية هنقولها بعدين إنما بالنسبة للسياسة الخارجية والمظاهرات اللي قامت في الجماعات وفي أماكن مختلفة دول قالوا إذا لم يتم وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويدخال المساعدات ورفع الحصار فلن يصوتوا اللي هم الملتزمين قالوا مش هنصوت لأنه ما قدرش يروح للحزب التاني لأنه ملتزم يصوت للحزب الغير ملتزمين قالوا مش هنصوت وممكن نصوت لحد تاني حتى لو ونحن ما بنحبهش فهنا هو بيواجه الأقليات الإسلامية الأقليات العربية بعض الأقليات شريحة من الأفرق لأن ترامب حاول أنه يستملهم وشريحة من الحزب الديمقراطي اللي هم الراديكالين بالرغم أن بيرني ساندرز وجه لهم خطاب أظن أول مبارح وقال لهم يعني إحنا لو انتخبته كمالة هارس إحنا هنغير الموقف وهنوقف القتال يعني الكلام اللي هو لا يجيب ولا يودي وإن ترامب بيقول أن اللي بيعمله نتانياهو ده قليل وإن أنا هساعده أنه هو يعمل أكتر من كده ففي مباراة دعاية انتخابية في المسائل الداخلية بقى كمالة هارس بتقول أنها هتزود لعنات للتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وأنها هتخفف الضرائب عن المواطنين هو ده اللي يهم المواطن في التسوط العام ترامب بيخاطب القوة الفاعلة أنهما رجال الأعمال والمؤسسات الكبيرة أنهو يخفض الضرائب أنهو كل واحد يتحمل علاجه بقدر معين ما يبقاش فيه إصراف في دعم سواء الاجتماعي للمدارس والمستشفيات والتأمين والحاجات دي